كما تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف حيث تفقد مشروع إنشاء الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وطلع مدبولي على أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم إضافة إلى المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع وأعمال تجميل الأسوار فضلا عن وسائل الإنارة وتطوير الأرصفة على جانبي الطريق وكذلك أعمال التطوير بميدان الرماية وأعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاتي